اهلا وسهلا بكم عزائي المشاهدين وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم النص التاني قلنا وبنقول وهنفضل نقول ان احنا جايين برسالة سلام للأسر المصرية وقبل اي حاجة اسمحولي ارحب بالنجمتين اللي منورينا في الستوديو الزميلة العزيزة الأستاذة جهان علي اللي منورونا دايما ودايما بتمثل اضافة قوية للبرنامج وماشاء الله دلوقتي بقت خبرة قوية وتطلع متقلقة على الشاشة ودايما موفق اهلا بك يا جهان اهلا بك يا محمد شكرا جدا على المقدمة الحلوة دي الله يخليكي مرسي وفاطمة بقى يعني البنوتة العصل اللي كله مرة جلنا بالشياكة بقى وحاجة مختلفة وساعة جديدة دي بتقالي صح مبروك عليك يا فاطمة ومنورونا وانا سعيد بوجودك معنا في البرنامج وان شاء الله تكون تجربة قوية وموفقة ليكي ونمثل اضافة قوية ليكي وانتي كمان تمثلي اضافة قوية للبرنامج اهلا بك يا محمد واتمنى الحلقة تعجب المشاهدين وتكون حلقة قوية نسو الله باذن الله احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن او بعنوان الرجل الذي يصلح للزواج واتكلمنا عن حاجات كتيرة المرأة لازم ترعيها في اختيار الزوج والاهالي كمان لازم يرعوها في اختيار الزوج النهاردة بقى جايين بنعكس الآية وجايين بنتكلم عن المرأة التي تصلح للزواج اسمحولي ابدأ حلقت النهاردة مع زملتي جيهان علي فضل الجيهان احب ابتدي باول حاجة وصلنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام اول حاجة قال لنا تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاصفر بذات الدين ترجى في يدك هنا هنتكلم عن الجمال يمكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال للأربع حاجات دول اللي هم يعني مشهورين قوي عند اي راجل عايز تجاوز بيختار الأربع الصفات دول والمهمين قوي في اختيار والمهمين قوي بس يعني اكد لنا في الآخر فاصفر بذات الدين يعني اهم حاجة يكون طبعا عندها الدين والاخلاق بس طبعا ما يمنعش ان اللي هي تكون مثلا عندها نسبة من الجمال عندها نسبة من الحسب والنسب طبعا تكون قصيلة فانا هتكلم دلوقتي بالنسبة للجمال انا هقولك والله وجهة نظر يا محمد هي انا من نسبالي اي ست جميلة اي واحدة ربنا خلاقها والله جميلة بس هي اللي بتجمل روحها انا معلاش تسمحي قطعيك او انا ااسف انا ليه مقولة بقول كلهن جميلات يعني كل النساء جميلات ولكن ليس كلهن قادرات على ابراز جمالهن ايوه مشبوط ايوه لو لو تفتكر في الحلقة التانية احنا قلنا لو اهتمت بنفسها يعني شوية اهتمام بنفسك هتحس اللي انت جميلة انت لو مقتنعة وحسن اللي انت جميلة هتوصل اللي قدامك اللي انت فعلا جميلة لكن لو انت مش مقتنعة طب انت ذات نفسك مش مقتنعة اللي انت جميلة هتوصل اللي ازاي اللي انت جميلة هقتنع ازاي وانت اصلا مش حاسة اللي انت جميلة فالجمال ده بيبقى فعلا بيبقى جوه الانسان اه اول حاجة لازم تكون روحك حلوة اه ما عندكش حتة الغل والحجد كل ده فعلا بيخلي الواحدة والله ما عندهاش اي نوع من الجمال بالذات موضوع الحجد والغل وتعود يتغل في نفسك كده كل الحاجات دي بجارة بس ساعات واحد يعني ساعات واحد يبقى سوريا يعني سوريا انا قاسف يعني ببهدل في نفسه بتاعه وعايز واحدة ملك الجمال تنصحيب ايه ده بقى لا زي ما انت طالب واحدة جميلة اكيد انت لازم تكون برضو جميل في نفسك شيك بتلبس كويس ما تكونش طالب واحدة يعني سوبر وانت ولا حاجة ومش بتلبس كويس وعايزها هي تلبس كويس بتدت نفسك الاول واي واحد على فكرة جميل فعلا هيلاقي اللي زيه يعني عمرك ما هتبقى كويس وشيك في نفسك وهتلاقي مثلا جايبل لك عروسة اي كلام يعني اكيد اللي حواليك هيختارولك واحدة تلقي بيك بالتأكيد تطيبون انا تطيبك اه طبعا طيب بنت الاصول هتكلمنا عن الاصول كلمين عن النقطة التانية في بنامجنا النهاردة في مثلا بيقول عالاصل دور او باللغة العامية قبل ما تناسب حاسب ايه ليه قبل ما تناسب حاسب او عالاصل ادور اي انسان قبل ما يناسب واحدة لازم يشوف بيئتها الاول او يدور على البيئة اللي نشأ فيها ده عشان اولاده مستقبلا المستقبلين اولاده هيحس بالفرق ان الولد مثلا يكلع صلوكو مش كويس طب من الام الام عليها عامل كبير كدا تعلمهم الاخلاق والادب والصلاة والصوم والمبادئ لازم يكون اي انسان عنده مبادئ احنا عايشين من مبادئ والاخلاق والادب لو ما فيش مبادئ واخلاق وادب وصلاة وصوم وحياة فاحنا كدا مش هنبقوا عايشين اكيد لان هي اللي هتربيل اولاده لازم يكون عندها بقى ان هي مثلا تحافظ عليهم تعلمهم ازاي كون عندهم مبدأ كون عندهم اخلاق ان هم حاجة في الحياة كون مبدأهم اخلاقهم تعرف ان الادب فضلوها عن العلم ولما تكونوا واحدة اصيلة هي لقدر ولا لا لقدر ولا لو حصل مشكلة بينهم هيلاقي حد يرجع له صح كدا ايوة كمان لازم تكون اصيلة معاه تحافظ على اسراره على بيته على اولاده تتقرب بينه فيه اهم حاجة كنت بينهم ثقة ثقة وتعاون وحب لو الثقة تولدت هيقف كيف تعاون وحب الحياة يستمر اكتر هيكون في حبه اكتر ما بينهم هيبقى الحياة بالنسبة لهم اسهل هو كمان هيحافظ عليها كل ما هي تحافظ عليها تتقرب بينه فيه وتحبه اكتر كل ما هيحافظ عليها اكتر ويتقرب بينه فيها اكتر وكمان يعني يخليها حاجة تانية ان هي كمان يخليها حاجة تانية دي حقيقة بعد ما قلنا على الاصل دور نيجي بقى للنقطة المهمة جدا اللي رسول عليه الصلاة والسلام قالك ايه فظفر بذات الدين انا بقى هكلمكم عن ذات الدين واسمحولي ان انا لما هكلم عن الدين هكلم عن الهدف والغاية من بعثه الرسول صلى الله عليه و سلم الرسول صلى الله عليه و سلم قالك انما بعثته لاتمم مكارم الأخلاق اذا فلب الدين والهدف من بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم هو أني لوال Harlem مكارم الأخلاق فلو انت عندك أخلاق يبقى انت عندك دين انت معندكيش أخلاق يبقى معندكيش دين والأخلاق بقى هبان والدين هيبان لقدر الله في الشدائد لما انت مثلا تبقى ربنا كرمك وموسع عليك مديا وفجأة تقع فجأة تفلس فجأة لقدر الله ربنا يعني تبتلى بمرض كبير والديت اللي ارحمها يعني لما كتبت دور لي على عروسة كتبت تقول لي يا ابني انا عايزة واحدة تصونك لو لقيتك شوية عضمه في قفة ترعيك وتعقب جنبك فذات الدين واللي عندها أخلاق هبان لقدر الله في المشاكل الكبيرة اللي هتمر في حياتكم أو في الشدائد الكبيرة اللي هتمر في حياتكم هبان ساعتها ذات الدين هنتكلم ايه تاني من المواصفات المرأة اللي تصلح للزواج يعني هقولك اللي هي لازم تكون عقلة يعني بالبلد كده ما تكونش تفهم ما تكونش دمخة فاضية لا يعني حاجة في دمخة كده تلاقيها دمخة فعلا زي ما بيقوله فاضية ما فيهاش ولا اي حاجة يعني لازم تكون انسانة كده يعني عارف الراجل دايما يحب الوحدة الرسية العقلة اللي دايما بتفكر في حاجات تكون مهمة ما تكونش وغداها طول اليوم أغاني أفلام هو ده بس في دمخة هنخرج فين النهاردة هو كل شغلها الشغل النهاردة هنصهر فين هو أول ما تفهم النهاردة إيه بيورو جرامنا بقى هنصهر فين النهاردة هتغديني فين النهاردة هتغديني فين النهاردة هتفلسوا يعني وأول مرة ومشطبة عليهم يعني خلي بالك يعني الشباب اليومين دول مهما يعني بس يعني خدتهم موضوع السوشيال ميديا وكده بتلاقي رجالة في كل العصور تفكيرهم واحد وهو تفكير الوحدة النطجة العقلة اللي عندها فكر معين ما تكونش مثلا يعني البينات يعني اليومين دول بلاحظ اللي هم فاكرين إن الحياة كلها عبارة عن خروجات فصح نسمع أغاني إحنا ومشيون بالعربية نسوق سريع قوي ونشغل أغاني هي دي حياتهم الهايبارة والهزار والده بس بيجوا وقت الجد والله بيبقوا عايزين بقى لا إحنا عايزين الزوجة اللي تنفع فعلا تكون زوجة لنا صلحة تكون عقلة راسية البنات اللي بيشوفوها دول لا دول عشان الهزار والفرفشة بس مش دي هي الزوجة اللي أنا أختارها تكون أمينة على فلوسي وعلى بيتي وعلى ولادنا في المستقبل مش هي دي بتبقى بس برضو ما يمنعش برضو إن الواحد بيبقى عايز شوية واحدة في لحظات معينة تبقى ما هيبارة لا هي تبقى عقلة ورسية لحظات ما تكونش دي حياتها الأساسية على طول ما أضيعها جنين لا يعني زي ما هي على فكرة برضو الواحدة بتحب الواحد اللي تكون ايه فرفوش شوية فيه حتة اللي على فرفوش ريز فاكر الكلمة فهو كل واحد بيبقى عايز لحظة فرفشة سواء هي أو هو بس مش الحياة على طول كده يعني لازم تكون فيها قدر إن العقل شوية أكيد أكيد ما بقاش تفاهة على طول ما بقاش تفاهة على طول مش معنى اللي هي تبقى عقلة ورسية لازم تبقى طول النهارة ماسك الكتاب مش بتسيبه ويبقى خدنا بقى النقطة مهمة هتكلمنا فيها فاطمة وهي ايه تكون عندها ذكاء اجتماعي في المعاملة مش المعاملة بس وفي حياتها العامة وفي حياتها العامة عامة يعني لو مثلا في حاجة عايزة توصلهله وحاسا هو ممكن يزعل منها هنا بقى تيجي حتة الزكاء توصلهله بطريقة تانية ممكن هنا بقى نشوف حتة الزكاء مثلا توصلهله بطريقة تانية بقى طريقة تانية مش هتزعله فيها تعامله بطريقة غير الكل تبقى عارفة مثلا اللي بيزعله و اللي بيفرحه اللي بيبسطه الحاجة دي هتزعله الحاجة دي هتفرحه الحاجة دي هتبسطه لا انا بقى عارفة اللي بيزعله ومعاملهوش ابقى دايما معايا مساندايا في ظهره ومسلا في كل حاجة انا مساندايا في الصحة اساندو طول كل وراء كل رجل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة عظيم منه جميل جدا ان الامرأة هي المرأة والذكاءة الاجتماعي دا يمكن مايبقاش معاه هو بس كمان مع الناس كلها ممكن تظهر معاه في الفعليات او في اللقاءات العامة فممكن اللقاءات دي هتحريجه في حاجة فكل ما يبقى عندها ذكاء اجتماعي كل ما تبقى مرأة مشرفة وفي حاجة هنا ممكن بقى نتكلم فيها في الذكاء الاجتماعي موضوع الغيرة ممكن مثلا هي تكون معاه بقى في مكان اجتماعي او كده وهو مثلا ممثل او مخرج او فنان ومثلا بيسلمه عليه وبيبسوه دا طبيعة شغله هي هنا متغيرش بقى بيبقى عارفة عنه دا حتى لو في بوس بردو مش هتغير لا لو في بوس هتغير او طراعي تقدر حتى لو هو يا فاطمة على فكرة انسان عادي يعني فوز تقريبه فوز تأهله بيبقى المخروفات تبقى بيحكينك نفسها طبيعة عمله ميزالة وطبيعة عمل بس في ناس عندها غير الاوفر ايه ممكن لو سلم على بنت خالته مثلا وسلم سلم جده تقولك لا ايه هنا لازم تعمل بقى مشكلة ولما نروح البيت ومش عارفة ايه ايه في ناس عندها غير امراضية ايه هي بقى هنا يبقى عندها ذكاة اجتماعية تعرف الزاد فايتر على الموقف في الوقت المناسب طيب بمناسبة بقى الغيرة وبمناسبة الزكاة الاجتماعية انا جاي اكلمكم عن نقطة مهمة جدا لازم ضروري جدا 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 تتوفر في شركة حياتك وتكون في المرأة التي تصلح للزواج وهي صفة الحياء طبعا صفة الله صلى الله عليه وسلم بيقولك الحياء شعبة من شعب الإيمان فانت المرأة اللي عندها حياء عندها إيمان كامل إلى حد كبير او عندها جانب مهم من جوانب الإيمان اما المرأة اللي لا تتمتع بالحياء وعندها شيء من الجرأة الشديدة دي هتسبب لك مشاكل كتير وهتعملك وش في حياتك هتبص تلاقي حتى لما يعني محصل الكهرباء يخبط عليها ولا يجيب فاتورة المية ولا الغاز هتتعمل معاه بهزار وضحك ومش عارف ايه ومش هتتتعمل معاه بحيات هتبص تلاقيها لقدر الله لو قاعد جنبك في العربية وحد يزن عليك ولا حاجة ممكن تروح تزعق وتشتم ومش عارف ايه وتسبب لك مشكلة كبيرة فأحد الأشياء المهمة جدا اللي ضروري تتوفر في المرأة اللي تصلح للزواج هي الحياء ضروري 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 تختار الزوجة الحيية انا دايما بقول حتى حياء المرأة الشد جاذبية من جمالها اه والحياء تاج المرأة الحياء تاج المرأة يعني بيخليها ملكة كده اكيد اكيد اه التانية جهانا هنتكلم عليه في المرأة هنتكلم اللي هي لازم تكون عندها قدر معقول برضو اللي هي عندها تحمل المسئولية يعني انا يمكن فيه شعره ما بين ايه تحمل المسئولية واللي انت تتحملها كاملة لا اه ده مش كويس على فكرة ان هي تتحملها اتحمل جزء منها اه لان برضو الراجل لما بيحس ان الزوجة بتتحمل كل المسئولية بيشيل ايده وبيبقى خلاص مالهوش دعوة بيبقى في حياتك ضيف شرف فاحنا برضو مش عايزين نقول مثلا اتحمل المسئولية كلها لا جزء برضو منها وخصوصا يعني لو هو مثلا طبيعة شغله اه مشغول اه بياخد يعني اكترية وقته لازم تبقى عندها قادر برضو من تحمل المسئولية بالذات بقى في المستبل لما بيكون عندكم ولاد اه تحمل بقى المسئولية ايه فيه بيبقى اعباء المدرسة اه مشاكلهم مع اصحابهم اه برضو مشاكل البيت عموما اه لو كان هو طبيعة شغله مسافر دي بيبقى بتخليك فعلا عندك تحمل مسئولية اكتر وبيكون حسس اللي هو مسنود فعلا عليك يعني زي ما انت بتبقي حسس اللي هو سند في حياتك هو بيبقى فعلا حسس اللي انت ست بمئة راجل زي ما بيقولوا وسند ليه في غربته وبتكوني طبعا طول ما انت عندك قدر من المسئولية بيبقى عندك قدر بي عندك الحكمة في تصريف مثلا الفلوس ما بتبقاش مبزرة دايما اللي عنده يا محمد تحمل المسئولية بتلاقيه فاهم اوي هو هيصرف فلوسه فين ما بيبقى عزقهاش كده شمال ولمين واي حاجة هايفة يعني كنا من الحلقة اللي فاتت كنا انا بنتكلم عن الزوجة اللي هي ايه عايزة المدبرة بتلاقيهاش تصرف دايما تلاقي اللي عنده تحمل المسئولية وشي الهم البيت بيبقى عارف الفلوس دي رايحة فين وجاية منين مش اي حاجة تشتريها مش اي حاجة بتجري وراها سلعة جديدة اه خلاص انا هشتريها لا اللي عندها تحمل المسئولية دي بتبقى موضوع تاني او لازم يميز في حياته ايه وهو شاب ويميز في حياته بعد الزوجه او البنت تتميز ان هي طالبة جمعية بتبسط وبتصرف وبين ان هي بقت زوجة بقت زوجة اه طب ايه تاني هنتكلم عنه بقى السبت الرئيئة بتقلي الحنينة اللذيذة حاجة بقى حاجة ثانية لازم تكون رئيئة معي هو بس مش مع الناس كلها يعني المعاملة اللي هو غير الناس كلها اللي تعمل هو بطريقة حنية دلعة شوية طيبة طريقة تانية مش بقى تعمل الناس كلها برضو بالحنية هو ليه معاملة خاصة تبقاش مماشية بتوزع الحنية كده عانية لا هو ليه معاملة خاصة في كل حاجة في مثلا في تبتها لي في حنيته وده يجذبوا ليها قوي بتاقل يا فاطمة او يعني كل ما هي هتعمله حلوة كل ما هي هتخاف عليه وتعامله بحنية كل ما هو هتخاف عليها ويعملها بحنية وينجاذب ليها اكتر حيشايفها حاجة تانية بالنسبة له بقى العالم كله او الدنيا ما فيها زي ما بيقوله كده هتحبه قوي وكل ما كانت جفة ومش رقيقة في التعامل كل ما ده هيخليه ينفر منها او يبعد عنها او يزهق منها ما يمشي بقى وهي طريقتها قبشة او تتعامل معاه زي ما تتعامل برا او في عملية او بحيات عملية ما فيش راجل يعني باعيس كده وتبعيس طبعا كلمة حلوة اي حاجة من جي حاجة حلوة انت بقى جوزك دلع اخر دلع يا بخت احنا قلنا في الحلقة التانية زوجة الفرفوشة رزق والزوجة الفرفوشة رزق او بالله ما هي زي ما هي تديله دلع وحنية ده في حالات بتولد الاكتئاب والله في بقى زوجة وزوجة عندهم اكتئاب اللي هي بتعمله فيه نصلا قبل الجواز تبقى حاجة تانية وبعد الجواز بقى حاجة تالتة حاجة تالتة خالص بقى اللي هي تبقى يعني مش اقول لها لا مش انا اتجوزتها لا احسن الانفصل والطلق اقول لك انا هتطلق يعني هيحصل طلق لي بصي انت تتصرفي ازاي او انت بتعملي ايه وصلتلي للمرحلة دي في زوجات اصلا بتنسى نفسها في دوشة ودومة الحياة وبيبقى على طول مشدودة اعصابها وممكن لما تجيب اولاد تقول تهمله مثلا او مهتمش بيه ممكن تنظم وقتها من اولادها من زوجة الله عليك طيب هتكلم بعد الوقت نقطة مهمة وهي ان يكون بينكم قدر كبير من التفاهم وفيه لغة حوار بينكم احنا قلنا يمكن في الحلقة الاولى او التانية من برنامج النص التاني ان الزجات النجحة بصحيح هي الزجات اللي مبنية على التفاهم ولغة الحوار اكتر ما هي مبنية عن الحب لان فيه زجات كتير بيبقى بدأ بحب عظيم ونبص لقيها لقدر الله انتهت وانتهت بالطلاق فاحنا ضروري 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 ان انت تختار الزوجة يكون بينكم لغة حوار ولغة تفاهم بقدر كبير وفترة الخطوبة هي فترة الاختبار اللي بنمر بيه ونشوف هل هيبقى فيه بيننا لغة حوار ولغة تفاهم ولا لا ومن السنة الاسرار بالخطبة ان احنا ما نعلنش الخطوبة قوي لان قدر الله ممكن تنتهي وما نكملش فمن السنة ان احنا يكون فيه اسرار في الخطوبة نخليها في السر الى حد كبير انما البناء او الدخلة او الزواج لازم يكون فيه اعلان والاعلان ركن اصيل كان الزواج فضروري ضروري وانت بتختار شركة حياتك تكون بتتمتع بقدر كبير من التفاهم ويكون بينكم لغة حوار ايه تانيا جيهانا نتكلم فيك نتكلم عن الواحدة اللي بتشتك كتير اللي دايما بيقول عليها ايه الشكاية طعد تشتك 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 عمال على بطار احنا بس نركز في النقطة دي وبعد كده هقولك المفروض هو يعمل معها ايه او طبعا احنا بنتكلم الزوج بيختار ازاي الزوجة بتختارها على الاساس اللي هي ما بتكونش بتشتك كتير ما بتكونش ايه طعد يعني فيه تلاقي ناس تقولك ايه ممتك عملت اختك عملت اخوتك عملوا فيه كل شوية كل شوية بجد الرجل بيزهق بيزهق بسرعة من الاسلوب ده يعني تحاول برضه تتملك اعصابها هي اوقات بيبقى عندها حق اوقات عشان بيبقى منصفين بجد والله اوقات بيبقى عندها حق بس يعني تحاول تبقى عندها بس برد تشتكي بزكاء لسه قيليني بقى عندها زكاء اجتماعي ده من ضمن زكاء الاجتماعي ده من ضمن زكاية الاجتماعية اختار الوقت المناسب تتميش على الفرغة والبطالة ومش من أقل حاجة يعني مش من بسطة مش من همسة وتختار الشخص اللي تشتكيله ما يكونش مثلا حد في العيلة بينهم خلاف وتروح تشتكيله وتسوق صورته أو تروح تروح تسوق صورته قدام لابد تكون زكاية وهي وبتشتكي لازم يكون الصوتها واطي بتتكلم بصوت واطي منخفض ما يكونش بتصرخ وبتزعق أيها عشان تحتوي الموقع عمري في حياتي ما زوجتي راح تشتكت الأهلاها مني رغم أن أكيد أكيد حصل بنا بعض الخلافات ما فيش بيت بيخلق من الخلافات ولكن ده زكاء منها إن هي بدل ما بتروح تشتكي للغريب أو تشتكي للقريب لا بتجي تشتكي لنا يقول لي ينفع تعمل معايا كده يصح بروح ساكت على طول لا ما ينفعش طبعا بروحها تزروا على نظر شفت انت قلت إيه لما بتقول لي بقولها حقك علي لا فيه بقى رجالة تانية ياخدوا منها الكلمتين وتكون بتقولهم بكل هداوة أنت عملت كذا فلان عمل كذا من العيلة مفروض بقى ساعتها فعلا هو بيبقى السدر الحنون يتطب عليها ما علش لكن لا ده بيبقى رد الفعل أوقات بيبقى مش كويس بيصرخ مصلا فوشها لا أنت الغلطانة طب انت جاية تقول لي ليه خدي حقك بنفسك بالضبط طب آخر نقطة بقى هتتناولها زميلتنا فاطمة ما هتتكلمش ايه في نقطة مهمة جدا السد اللي هي كتمة الأسرار آه اللي هي مثلا نيجي جوزها يقول لها جوزها يقول لها مثلا سر تتحفظ عليه مش مثلا تقول بقى المامتها والأختها والصاحبتها ولأ هو قال لك مثلا موضوع وقال لك سر تحفظي عليه ما تقولوش سر بيتك سر أولادك سر هو شخصيا كل ما ما تكونين كتمة الأسرار أكتر كل ما هاديك الأمان أكتر كل ما هاقولك كل حاجة عنه كل تفاصيله مش مثلا قولك معايا كان مثلا في البنك فلوس كذا أملاكي كذا فتقول للمامتك باباكي لا مش من حقك هو أنت تكون يعني سكره وغطى عليه أنت لازم تكوني هو بس أنت اللي تعرفي كل حاجة عنه مش مامتك ممكن ما يكونش معرف مامتك مش معرف أخته بس معرفك أنت أنت شركة حياته أنت اللي هتكملي معايا مش معنا كده أنا مش بيحب مامتك أو مش بيحبه أخته أو مش بيحب لا أو بيحبهم بس شركة حياته بتقسم معاها كل حاجة الفرح وفي الحزن في كل حاجة فهي لازم كمان تكون كتمة الأسرار تكون بتحبه تكون ستر وغطى عليه تكون بتحفظ عليه عشان يعمل لها ويقول لها أسرار وما يخافش منها ما يلسقة دي ما تقلش لو هو مثلا غلط في حاجة يقول لها لكن لو هي مثلا يعني مثلا بتقوله لا ما ينفعش يعني مثلا تعمل مشكلة كبيرة على الموضوع فهو تاني مرة مش هيقول لها هيخاف بقى قولك لا دي بتتكلم دي بتروح تقول لأهلها دي بتفتن لا دي مش هحكي لها حاجة فلازم ضروري تكوني كتمة أسرار زوجك لأنه راح يكتم أسراره مع مين طيب أنا أختم حلقتي بأن احنا بنوجه رسالة للسادة المشاهدين احنا خلال أول أربع حلقات من البرنامج تناولنا مواضيع مهم عن التعايش بين الرجل والمرأة برنامج النص التاني أول حلقتين اتكلمنا ماذا يحتاج آدم من حواء وماذا تحتاج حواء من آدم الحلقتين اللي بعد كده اللي هي التالتة والربعة اللي احنا فيها اتكلمنا عن الرجل الذي يصلح للزواج والمرأة التي تصلح للزواج احنا بدأنا دلوقتي نخوض تجربة جديدة لأن احنا عايزين ندي فرصة للسادة المشاهدين يعرضو لنا بعض التجارب في التعايش بين الرجل والمرأة سواء التجارب دي إيجابية أو لقدروا لها سلبية لو عندكم قصص نجاح لحبكم يعرضوها معنا في البرنامج لو عندكم مشاكل في علاقتكم ببعض كراجل ومرأة احنا برضو بننتظرك وتبعتولنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك بعنوان برنامج النص التاني كانوا عرضوها الحلقة اللي فاتت بعنوان النص التاني بس لا هي صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج النص التاني هننتظر العديد والعديد من قصص نجاحكم أو قصص مشاكلكم أو اخفقكم على المستوى العاطفي أو الاجتماعي في التعيش بين الرجل والمرأة عشان نبدأ نعرضها في برنامجنا وهختم بحاجة بسيطة اللي هي المرأة المتفائلة اللي بتمنحك طاقة إيجابية ضروري ضروري وانت بتدور على زوجها تختار الست المتفائلة اللي كلها طاقة إيجابية اللي ما تحبطكش اللي تشجعك عن نجاح وفي اختام حلقتي بتوجه بجزيل الشكر لفاطمة ولجهان فاطمة اللي مستوىها عمال يتطور بمستوى رائع يعني وانا سعيد بك يا فاطمة فعلا موجودك معنا على البرنامج وبجهان النجمة المتقلقة اللي بقى مستوىها حاجة تانية وان شاء الله نفضل مكملين مع بعض في برنامجكم النص التاني وانتظرونا في حلقة جديدة مميزة من برنامج النص التاني